ميشيل حيك يحذر في توقعاته للبنان اغتيالات لرموز حزب الله ومع مودية نار أمام الرئيس عون شاهد أخطر ما يتوقع ميشيل حيك عن لبنان في 2022 اهلا بحضراتكم معنا في قناة الابيض وحلقة جديدة من حلقة التوقعات النهاردة معنا حلقة نستراداموس العرب ميشيل حيك واخطر ما يتوقعه للمشهد اللبناني في عام 2022 مفكرك الاول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل المتابعة التوقعات كمان لو انت جديد معنا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة ما تنساش كمان تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات أول بأول ميشيل حيك بيتوقع للبنان ان القرار الظني بملف المرفق بينقلب أكثر من مرة قبل أن يقلب جميع التوقعات يستخدم سعد الحريري سياسة الصدمة ليعود كالشيخ سعد الحريري أحد انفجارات لبنان سيعيد نفسه كاتم صوت في طريقه لتنفيذ جريمة ضخمة وغامضة يوصل مداها إلى أبعد الأفق تتفتح العيون بدهشة مما يحصل في عين المريسة وامتدادها إدارة حصر التبغ والتمباك محاصرة بمفاجآت سريع حدث ناري مرتبط بالفلسطينيين على الأراضي اللبنانية يحرق أمكنه ويطال وجوه معروفة فلسطينية ولبنانية في أفق الفنان فضل شاكر تغيير في مكان الإقامة وطريقة الإقامة بصورة غريبة بتظهر صورة للقديس شربل في مكان لن يخطر على البال طوق أمني حول مدرية أمنية وبيوم لن يكون نفق سليم سلام بسلام تكريم التكريمات وأيقونة على صدر الأيقونة فيروز طريق المطار سيتصدر المشهد عقد زواج جديد بين السعودية ولبنان ولو المهر غالي وفاة غير طبيعية تغيب شخصية بصفة حكومية تنشغل صيدة بحادثة تتعرض لها شخصية بارزة مسلسل التطورات الأمنية بين صور وصيدة مستمر شكلا ومضمونا هزة طبيعية وغير طبيعية تضرب الجبل رسائل شفوية وغير شفوية لإيقاف المفتي الجوزو عند حده عمل انتقامي دموي في وجه مجموعة عناصر من فرقة مجفحة الشغب إحدى السفارات في مرصاد الفتنة تنشغل عائلة الراحل لقمان سليم بمفاجآت تخص لقمان وغيره هجمات مسلحة وانفجارات واغتيال في طرابلس والآتي أعظم دربات قاسية تصيب كيانات ومؤسسات ذات صلة بالرئيس نبيه بري تصادم وصدمات وخضات أمنية على أرض تنورين بين تصفية حسابات والأخذ في الثقر سنشهد على عمليات انتقامية غريبة بأسلوبها وجغرافيتها ومكوناتها وجه لبناني معروف سيحاسب خارج الأراضي على مرأة ومسمع من الإعلام قرارين وليس قرار شخصياتين وليس شخصية شخصياتين وليست شخصية واحدة برسم التصفية وما كتب قد كتب وتبقى تحديد يوم الوداع مجد الرومي بحلة جديدة سنسمع بخبر انفجارين الوزير في رأس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها بيرح الشاش يسبب إرباك بيدخل أسعة حردان دوامة منسوب الخطر وردة الفعل فيها عالي كارثة بتحلب عائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة الجمال في لبنان لم ينتهي مع جورجينا رزق والانتظارات كثيرة طبخة حرة تغلي على نار قوية ومكوناتها الرئيس فؤاد السنيورة اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب أبعد من لبنان المحطة في نهر الكلب دولة وعسكر وأعلام وناس هذه المرة في المطويل لبناني وليس أمريكاني بطولة زياد الرحباني مصرح المدينة بيفجر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة البهائيون كلمة ستجبر وتتوسع وتنتشر أجواء غير صفية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم أسمع نداء استغاثة من داخل المجلس الدستوري وأراه مخروبا يصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطارنة المورنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام ما لم يحصل ستشهد في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيسجل نقاط كبيرة أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق الخطر يلاحق وجوه أعلامية ومقدم برامج من مكان لمكان حتى داخل الاستوديوهات أعصار أرثوزوكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة تريزي شمعون من معركة لمرحق من معركة إلى معركة كادر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه مع كل أدواره ونجاحاته بيتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة أردد على مسنع مروان حمادة مطلع أغنية للراحل وديع صافي لوين يا مروان سيناريو درونز اللي توجهت إلى بيت الكوظيمي سيتكرر في لبنان بمشاهد مختلفة سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وأعلان حداد لأيام حصانة ميرنش الوحي برسم اهتزاز صغير كوماندس قضائي والعملية لن تتوقف عند عقلية التهديد بأسلوب قاسي وصادم يشبه العقوبة ستفرد الإقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات ويصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق أيامه من توقعاته أيضا مسلسلات الحوادث الأمنية بين صور وصيدة ستستمر ومحمد رعد عكس السير بدون بوليس التأمين وأيضا محاولات اغتيالات لرموز ذات صلة بحزب الله وزيارات مفاجأة لحزب الله تحبس الأنفاس أما ضحايا الطيونة فلن يبقوا أيتام كمان بيتوقع مشيل حيك أن أمام الرئيس ميشيل عون مع مضية نار بين صيبة عين أو رصد أو برج قوي سيبقى الرئيس عون في العهد وبعد العهد سيبث موجات سلبية على أعداءه وحلفاءه وكما أيضا على القوات كذلك على حزب الله مرورا بنبيه بري متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة القوية جدا من أخطر توقعات لبنان لينوستراداموس العرب ميشيل حيك لعام 2022 بشكركم جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله ودومتم بكل الخير والحب والسعيدة شكرا